ألقى مئات الأكراد هذا الثلاثاء في فيليلوبال بالقرب من باريس نظرة أخيرة على المناظلات الكرديات الثلاث التي قتلن في قلب العاصمة الفرنسية في الثامن من هذا الشهر وفي الوقت الذي تتاهم فيه الجالية الكردية في فرنسا الحكومة التركية بلوقوف وراء هذه الاغتيالات تؤكد أنقر على أنها مسألة تصفية حسابات داخل حزب العمال الكردستاني ومحاولة لتخريب الحوار الذي أطلقته مع زعيمه عبدالله أجلان يقول رئيس الوزراء التركي رجبتي بردوان اتهام الدولة والحكومة التركيتين مباشرة بعد اغتيالة باريس يبث ويوحي أفكارا واتجاهات خاطئة وينم عن عدم مسؤولية كبيرة وتهور جثامين الكردية الثلاث سيتم نقلها غدا الأربعاء إلى تركيا وتحديدا إلى ديار بكر للصلاة عليها وتكريمها من قبل حزب العمال الكردستاني ثم ستنقل كل جثة برا إلى مسقة رأس القتيلة حيث ستوارى الثراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر